الشرط الثاني الإسلام وقد أجمع علماء الإسلام على أن الكافر لو حج فإن حجه باطل وأجمع علماء الإسلام رحمهم الله تعالى على أن الإسلام شرط في صحة جميع العبادات ليس الحج ولا العمر فقط بل جميع العبادات الإسلام شرط في صحتها ولكن هل الحج يجب على الكافر أو لا نحن اتفقنا على أنه لا يصح منه ولكن هل يجب عليه أو لا في خلاف بين أهل العلم يتفرع على قاعدة أصولية هل الكفار مخاطبون بفروع الشرائع أم لا وهي على قولين لأهل العلم والقول الصحيح أن الكفار مخاطبون بالشرائع ومخاطبون ضمنا بما يصحح هذه الشرائع فإذا حل موسم رمضان فإنه يخاطب به المسلمون والكفار فالكافر يجب عليه أن يصوم لكن يجب عليه أن يحقق شرط صحة الصيام وهو الإسلام وإذا حل موسم الحج فالمخاطب بالحج المسلمون والكفار كل يجب عليه أن يحج ولكن الكافر يجب عليه مع الحج أن يحقق شرط الحج لأن العلماء متفقون على أن الأمر بالشيء أمر بما تتوقف عليه صحته أن الأمر بالشيء أمر بما تتوقف عليه صحته ولأن الله عز وجل قال عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وهذه كلها من فروع الشريعة ويقول الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فإذا الكفار يوم القيامة يعاقبون على الكفر بالأصالة وعلى ترك الفراء الشرائع بالتبع فإذا الكفار يوم القيامة يعاقبون على تركهم الحج لكن لو حج وهو كافر فإن المسلمين مجمعون على عدم صحة حجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان إذن العقل شرط صحة ووجوب والإسلام شرط صحة ولكن ليس شرط وجوب للمشركين